شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع احتفالية الهيئة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لعيد المرشد وذلك بنادي واحة 29 مارس بالإسماعيلية وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة فضلا عن كبار مرشدي الهيئة وقام الفريق أسامة ربيع خلال الحفل بتكريم 14 مرشدا من أصحاب الكفاءات وذوي مسيرة العطاء المتميزة في خدمة حركة الملاحة في قناة السويس تحرص قناة السويس على الاحتفال بذكر عيد المرشد في ليلة 14 سبتمبر هو اليوم الذي شهد انتصار الإرادة المصرية عند انسحاب المرشدين الأجانب من إدارة القناة بهدف النيلي من الوطن بعد قرار تأميم قناة السويس عام 1956